وفي البداية ندل الله أن يجنبنا هذه الحمقات الإعلامية التي يقع فيها بعض الذين يتميزون بضحالة وسطحية في قراءة المشهد السياسي الدولي لا يمكن أن نبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة ولا يمكن أيضا أن نحدد المسير والمسيرة وسط كتلة ضبابية كثيفة علينا أن نهدأ ونراقب الموقف ونبحث عن بصلة وأنا أعيد التأكيد مرة أخرى بشكل دقيق وعدة هنا في هذا المكان وفي هذه القناة البصلة الوحيدة التي نهتدي بها هي بصلة الدولة المصرية بصلة الوطن المصري المصالح القومية المصرية في كل ما يجري حولنا في هذه المنطقة الملتهبة والمشتعلة وفي هذا العالم المتوتر المضطرب لا يمكن أن نبتعد عن البصلة وهناك بصلة مرسومة وواضحة لكل ذي عقل وكل ذي لب عندنا بصلة اسمها الأمن القومي المصري الأمن القومي المصري من يحدده؟ لا يحدد الأمن القومي المصري وأبعاده عبر وسائل الإعلام ولا يحدد الأمن القومي المصري وأبعاده عبر هذه الحكايات والروايات التي تمثل حماقات إعلامية في تقديري الأمور لابد أن تدار بحكمة بالغة وبراعة مهنية نادرة لابد أن نتحرك بنوع من الانحياز إلى المهنية والمهنية والموضوعية تحتم علينا أن لا نستبق الأحداث أن لا تظهر نويانا أو تظهر توجهتنا وتظهر أمنياتنا ويظهر هوانا على الهواء أنا بتكلم مع حضراتكم بقول أدي المعلومة وأدي الخبر وأدي رأيي لابد أنه أوضح أن رأيي يختلف عن المعلومة ربما رأيي يكون خطأ ربما تحليلي يكون خطأ ربما رؤيتي تكون قاصرة ربما تكون معلوماتي غير كاملة غير مكتملة فلابد أن أحترم أولا عقل المشاهد وأحترم نفسي كرجل بيجلس يتحدث على الهواء مباشرة بشكل يمثل خطورة وأيضا أحترم قواعد البلد اللي أنا بشتغل فيه قواعد الأمن القومي للبلد اللي بشتغل فيه ليه بقول هذا الكلام؟ بقوله من لا شيء بقوله ليه كي أذكر نفسي وأذكر من يريد أن يتذكر أنه الإعلام مهمة خطيرة والهواء الهواء اللي احنا نتكلم فيه على الهواء مسئولية ضخمة ما بعدها مسئولية كلام بيخرج لا يتم مراجعته بالتالي الطلقة التي تخرج لا تعود ومن ثم علينا أن نرتكز على ركائز الهدوء والحكمة وعدم الانسياق والاندفاع مدفوعين بحماقة أراها حماقات إعلامية بقول تاني أنه هناك كود إعلامي بصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بيتكلم فيها عن متطلبات الأمن القومي من الناحية الإعلامية بشكل واضح جدا لا يمكن أن تخطئوا عين خلينا في أوقات الأزمات والحروب أن نتمسك بقدر من الموضوعية وقدر من المهنية واحترام عقل المشاهد في كل مكان